نعم نحن قادرون رغم أنف الكارهين والحاقدين اللي منهم ياسين أقطاي من ياسين أقطاي؟ مستشار أردوغان السياسي كتب مقال الحقير ياسين أقطاي بيقول للأسف بيقول للأسف السياسة التي أظهرتها مصر في بداية التعامل مع فيروس كورونا اسمعوا يا مصريين واشهادوا ده مستشار أردوغان بيقول ايه؟ عامل مقال في جريدة ياني شفق بعنوان المسئولية بيقول ايه؟ بيقول للأسف واحدة من أخطر أمثلة على الصعيد اللامبلاء أن مصر بدور الأزمة بلا مبلاء وعدم تحمل المسئولية أن هذا بكل تأكيد كما أنه يؤثر على مصر سلبا بالدرجة الأولى فأنه يلقي بأثاره السلبية كذلك على القرى الأفريقية ودول الخليج بيقول أن مصر تاهج 20-30 ألف مصاب وما بيخبهم ومصر فيها رتبة عسكرية ماتت أو رتبتين وفي الآخر بيشتم في مصر وبيقول أن مصر كارثة في مجال التعامل مع فيروس كورونا من اللي بيقول؟ مستشار أردوغان ياسين أقطاي في أني شفق طيب أنا عايز أسأل وأقول أنا في مصر عندي كم مصابين وعندي في تركيا كم مصابين هتقولي يا أبراهيب لو سمحت هاتلي تركيا فيها قد عدد المصابين في تركيا النهاردة يا ياسين يا أردوغان يا كلاب أردوغان يا حافنت مش عايز أشتم تسعة تلاف بيتين وسبعتاشر حالة وبقول ربنا يشفيهم الوفيات مية واحد وتلاتين واحد حتى الآن ده فين؟ ده في تركيا وكانوا بيقولوا أنه مفيش والإخوان بدي يقول لك أنه تقي نقي مش هنجينا كورونا حافظ الله تركيا لأنه بلد الأتقياء والأنقياء والخلفاء الرشيدين المهديين وأردوغان رجل موصول بحبل الله المتين قالوا عليه هذا الكلام وقال لك الحمد لله الناس دول المرتدين والكفرة علينا هم اللي هجيلهم تسعة تلاف بيتين وسبعت داخلنا على عشر تلاف وعندهم مية شوية ميتين وتعالوا شوفوا المرصيبة بقى بقول لي يا سين أخطاي وما رأيك في المقابر الجماعية مقابر الجماعية بيتوغهيزة تركيا هاتلي إبراهيم صورة المقابر الجماعية الفيديو بتاع المقابر الجماعية أهو مقابر الجماعية بيتوغهيزة تركيا مدافن جماعية في تركيا مدافن سرية بالأمس أوضحتها والنهاردة مقابر جماعية أمامنا مقابر جماعية غير مسبوك هذا الكلام في أوروبا كلها وياسين أخطاي بيتكلم على مصر تخليك في همك تخليك في مصبتك تخليك في خبتك لا مصر هو فاضي لمصر ومعاهي شوية خيرفان بيشغالهم بيتكلموا على مصر اشتركوا في القناة